إن علاج مشاكل الشباب والشيء وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين نعم الانضمام إلى قوافل العائدين العائدين إلى الله بعد طول غياب الذين أحرقتهم الذنوب والمعاصي الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعة الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه الذين آثروا الجنة على النار الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله قال صلى الله عليه وسلم أن دم توبه قال بعضهم إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب وقال طلق ابن حبيب إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين ليس عيب أن تخطئ لكن كل العيب أن تصر على الخطأ عيب أن تتمادى في الخطأ عيب أن تنسى فضل الله عليك عيب أن تنسى رقابة الله لك جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي فقل لي في نفسي قولا بليغا قال أعظك بخمس أعظك بخمس قال هات الأولى قال الأولى لا تأكل من رزق الله وعص الله قال كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعمه قال عجبا لك تأكل من رزقه وتعصيه قال هات الثانية قال الثانية لا تسكن في أرض الله وعص الله قال كيف يا إبراهيم الأرض أرضه والسماء سماؤه قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه قال هاته الثالثة قال الثالثة اذهب في مكانه لا يراك فيه الله واعص الله قال أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه قال هاته الرابعة قال الرابعة إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له إني لا أموت الآن قال من يستطيع يا إبراهيم والله يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه قال هاته الخامسة قال الخامسة إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاك تأخذك إلى النار فأخذ نفسك إلى الجنة قال من يستطيع هذا يا إبراهيم قال عجبا لك تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه قال اسمع يا إبراهيم أنا أستغفر الله وأتوب إليه أنا يا إبراهيم أستغفر الله وأتوب إليه فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين وأنت نعم أنت إياك أعني يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار أما أن أن تتوب أما أن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب أما أن أن تنضم إلى قوافل العائدين أما أن لما أنت فيه متاب وهل لك من بعد الغياب إياب تقضت بك الأعمار في غير طاعتك سوى عمل ترجوه وهو سراب وليس للمرء سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب يعني القرآن كتاب حوى العلوم بكلها وكل ما حوى من العلوم صواب ففيه الدواء لكل داء فاضفر به فوالله ما عنه ينوب كتابه تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا تعال نأخذ العبرة من قصصهم قصص ممزوجة بالندم والدموع قصص مليئة بالصور والعبرة يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم مآس وآهات خرقوا في لجة المعاصي والمنكرات فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين